تحالي اليوم ذكرى ميلاد فارس السينما المصرية النجم أحمد مظهر الذي ولد في مثل هذا اليوم أسام من أكتوبر من عام ٢٠٠١٧ ويعد أحمد مظهر أحد أبرز الممثلين بتاريخ السينما المصرية وقدم خلال مشواره الفني أكثر من مائة وستين عملا فنيا تاركا إرثا فنيا كبيرا في تاريخ السينما الرسالة فيها حكاية متشجرة الضر في منها جسوسها زبعة الخبر ضبر لكني مين؟ هيكون مين غير عدونا الألد؟ هيكون مين غير التطار؟ فارس السينما الذي استطاع أن يغير موازين البطولة والدور الأول ليجعل الغلبة للجدية والصرامة بدلا من الوسامة والرومانسية طرق أبواب الفن من باب الفروسية وكانت أخلاقه تحمل معانيها بكل الصور إنه الفنان الراحل أحمد مظهر ألستم تزعمون أن الناس يحيون حياة ثانية بعد حياتهم هذه الأولى؟ فسنرسلك إلى هذه الحياة الثانية فانتظرنا هناك حتى نلقاك فيها ولد أحمد مظهر بالقاهرة في حي العباسية لأسرة أرستقراطية في الثامن من أكتوبر عام 1917 دخل الكلية الحربية ولمع نجمه فيها وتخرج في عام 1938 وشارك في حرب 48 وتم تعينه قائد مدرسة الفروسية برع أحمد مظهر في الأفلام التاريخية والدينية وأهمها دوره الخالد في فيلم الناصر صلاح الدين وفيلم وإسلاماه إلا أن بصمته على الأفلام الرومانسية لا تتكرر مثل فيلم الأيد الناعمة ولن أعترف والطريق المسدود والزوجة العذراء وغصن الزيتون ودعاء الكروان حيث قدم ثنائيات رائعة مع فاتن حمامة وسعيد حسني وغيرهما من فنانات العصر الذهبية قام أحمد مظهر ببطولة أكثر من مائة فيلم من روائع السينما المصرية كما قام ببطولة مسلسلات تلفزيونية دينية واجتماعية وصل عددها إلى أربعة وثلاثين مسلسلا نالت شهرة كبيرة في الوطن العربي منها ضمير أبل حكمة وشارك بالبطولة كذلك في عشر مصرحيات وخمسة مسلسلات إذاعية وفي عام 2002 وبالتحديد في الثامن من مايو توفي الفنان أحمد مظهر بعد مسيرة فنية ظلت خالدة في أذهان الجمهور المصري والعربي حتى الآن اشتركوا في القناة